إرساء ثقافة السلام والعيش المشترك وقبول الآخر وكذا تحسين نوعية التعليم ورفع مستوى التلاميذ في مختلف المؤسسات التعليمية هو ما تسعى إليها منظمة في تيرتيم كاد عبر إقامة مسابقات بين التلاميذ من مختلف المؤسسات التعليمية وتأتي مناسبة اليوم لجراء المرحلة النهائية من المسابقات حيث تأحلت اثنين من المؤسسات التعليمية المشاركة في هذه المناسبة التي انطلقت منذ شهر فبراير الماضي وهما ثانوية ابن مهاجر وثانوية نوتردام بمندو حيث ألقى التلاميذ المشاركين في الحفل الختامي إبارات مؤثرة هولى أهمية السلام والتعيش السلمي وكذا أهمية التعليم الذي يسهم بشكل مباشر في تلمية المجتمع والبلاد ممثل المؤسسات التعليمية المشاركة قال بأن التعليم الذي نريده لا يمكن أن يكون إلا بالتكوين جيد للتلاميذ شاكرا منظمة في ترتيم على إقامة هذه المسابقة التي تسهم بشكل مباشر فرفي مستوى التلاميذ عن طريق التنافس فيما بينهم بدوره المنسق العام لمنظمة في ترتيم حسن موسى خلال مداخلته قدم الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه المسابقة التي تسعى إلى غرث ثقافة السلام والعيش معا في أوسات التلاميذ إلى جانب النهود بالتعليم وتحسينه مضيفا بأن الهدور الحاشد هذا يؤكد نجاح المشروع الذي بادرت به المنظمة أمين الدولة في التربية الوطنية مع ديها مدلوني في كلمته قال له أذيم الشرف أن يكون هاضرا في مثل هذه المسابقات القيمة التي تسهم في تثقيف ورفع من مستوى الوعي لدى التلاميذ مشيدا بجهود منظمة التي بادرت على إقامة هذه المسابقة التي تسعى إلى تحسين نوعية التعليم وثقافة قبول الآخر عبر هذا المنبر الثقافي وأن تحسين نوعية التعليم يعد من سياسة رئيس الجمهورية الذي وضع بصميم براميه النهوط بالتعليم المرحلة الأخيرة لهذه المسابقة شهدت تنافسا بين المؤسستين حيث هالف الحظ مؤسسة ابن مهاجر والتي تفوقت على ثانوية نوتردام بستين نقطة مقابل خمسين وليختم بعدها الحفل بتقديم جواز وشهادات تقديرية للمؤسسة الفائدة وبعض من الشخصيات الدائمة لهذه المسابقة في نسقتها الثالثة التي شاركت فيها 24 مؤسسة تعليمية ثمانية منها قدمت من الولايات